فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ومن نقص من العرب إنما هو بتخلفهم عن هذا وإما بموافقتهم للعجم فيما السنة أن يخالفوا فيه نعم فما يحصل على العرب من ذله إنما هو بسبب تخليهم عن دينهم وبسبب تخليهم عن أخلاقهم وشرفهم وما كانوا عليه من الصفات الحميدة فإذا أخذوا عادات الأعاجم وتقاليد الأعاجم حصل لهم من الذل بحسب ما حصل لهم من الانتكاس عن ما كانوا عليه العرب والمسلمون من الفضل والشرف اشتركوا في القناة